كتير من الناس وهي على مواقع التواصل الاجتماعي لما بتنشر معلومة او صورة بتنشرها وخلاص بدون ما يتأكدوا منها او حتى يعرفوا مصدر المعلومة دي ايه فتلاقي واحد مثلا كاتبلك بوست زي ده بيقول فيه ان في دراسة اثبتت ان الرجل المصري اقصر رجل وسيم في العالم والله يا جماعة احنا نتننى والله العظيم بس يعني ده لاش تقتله المنطق اكيد احنا اول ناس هنشجع الدراسة دي لكن ايه مصدرها ملاش مصدر او تلاقي واحد تاني مشاير بوست تاني بيقول فيه ان لو يذكر ربنا النهاردة 500 مرة هيتغفر له كل زنوبه اللي فاتت وكل زنوبه اللي جاية وانه لو شاير البوست ده هيتغفر له هو واهله واللي يتشدد له وطبعا الكلام ده ولا ليه اي سند ولا ليه اي مصدر فبالتالي لما تيجي تنشر معلومة لازم المعلومة دي يبقى ليها مصدر متاخدة منه فلازم كل حاجة بنقولها يبقى ليها اصل او ليها مصدر حتى الافعال عندنا في اللغة العربية اي فعل عندنا في اللغة العربية بنقوله لازم يبقى ليه مصدر متاخد منه يعني مثلا فعل زي كتبه المصدر بتاعه كتابه وفعل زي شاربه المصدر بتاعه شرب وفعل زي علمه مصدره تعليم وفعل زي قرأة مصدره كراءة فالمصادر دي هي الاصل او هي اللي تواجدت الاول وبعد كده اتاخد منها الافعال يعني تواجد الاول الكتابة وبعد كده اتاخد منها بقى الفعل الماضي اللي هو كتبه والفعل المضارع اللي هو يكتب والفعل الامر اللي هو اكتب اكيد عايز تسألني طب ايه الفرق بين الفعل والمصدر وعلشان اجاوبك على السؤال ده يا سيدي سيبنا ادي الجملتين قرأ الولد رواية قراءة الروايات مسلية عندنا الفعل قرأ ده بيدل على حاجتين حدث وزمن حدث يعني حاجة ينفع تتعامل اللي هو ينفع يقرأ وزمن اللي هو زمن الماضي فدايما الفعل بيدل على حدث وزمن اما الجملة التانية اللي هي قراءة الروايات مسلية قراءة هنا دلت على حدث صح؟ يعني دلت على حاجة ينفع تتكرق برضو لكن ما دلتش على زمن فالمصدر بيدل على حدث بس ما بيدلش على زمن او زي لما اقول يكتب الولد واجبا او كتابة الولد رائعة يكتب هنا فعل دل على حدث وزمن حدث لانه حاجة ينفع تتعامل يكتب وزمن المضارع اما كتابة هي دلت على حدث بس ان حاجة ينفع تتعمل ينفع تتكتب لكن ما دلتش على زمن ما قالت ليش هي في زمن الماضي ولا في زمن المضارع لانه اسم فبنقول على كتابة هنا ان هي مصدر فمعنى الكلام اللي احنا قلنا دا كله ان المصدر هو اسم بيدل على حدث مجرد من الزمن طيب النقطة اللي بعد كده هي المصادر دي انا اقدر اعرفها ازاي ازاي اقدر احكم على الكلمة اللي قدامي دي هي مصدر ولا لا هو دا موضوعنا النهاردة المصادر عندي يا سيدي بتنقسم لنوعين مصادر سماعية ومصادر قياسية المصادر السماعية اللي احنا سمعناها من العرب كده بدون مقاييس وبدون اوزان ثبتة والمصادر السماعية كلها ما عنديش منها غير مصدر واحد بس اللي هو المصدر الثلاثي والمصادر الثلاثية زي كلمة صناعة او زراعة او طيران او صداع او رحيل او خضرة او صعود او نزول او حول الكلمات اللي انا قلتها دي كلها بنقول عليها ان هي مصدر مصدر لانها دلت على حدث لكن ما دلتش على زمن هتقولي تمام انا فهمت ان الكلمات دي مصدر لكن ليه بنقول عليها مصدر ثلاثي ايش عرفنا يعني معنى كلمة مصدر ثلاثي يعني مصدر مأخوذ من فعل ثلاثي يعني عشان نقدر نعرف هو المصدر ده ثلاثي ولا لأ هاتمنه الفعل الماضي لو ادك ماضي ثلاث حروف يبقى ده مصدر ثلاثي تعال نجرب صناعة الفعل بتاعها الماضي ايه؟ صنعة يبمنون على صناعة دي ان هي مصدر ثلاثي زراعة زرعة طيران طارة رحيل رحلة صعود صعدة نزول نزلة فلو انت ملاحظ ان كل المصادر اللي عندك دي الفعل الماضي بتاعها تلات حروف علشان كده بنقول عليها ان هي مصادر ثلاثية اي الفعل الماضي بتاعها تلات حروف بس طيب هو السؤال بيجي ازاي في الامتحان بيجي في الامتحان يجيب لي جملة زي دي يستحبوا الدعاء عند نزول المطر ويجي يقول لي استخرج مصدرا وبين نوعه او استخرج مصدر سماعي او استخرج مصدر ثلاثي وبين فعله لكن في مشكلة صغيرة قد كده هتقابلك في الامتحان ان في كلمات ممكن تقابلك ما تقدرش تعرف هي دي مصدر ولا لا فعلشان كده هقولك طريقتين وانت استخدم واحدة منهم هيخلك تعرف ان شاء الله تحدد هي الكلمة اللي قدامك دي مصدر ولا لا الطريقة الاولى اللي احنا نجرب الكلمة اللي قدامنا دي ينفع تبقى مفعول مطلق ولا لا لو نفعب تبقى مفعول مطلق في جملة من دماغي انا انا اللي مقلفها يبقى على طول دي مصدر ما نفعيتش يبقى مش مصدر ويلا بينا نجرب يستحبوا الدعاء عند نزول المطر طبعا يستحب مش ينفع تبقى مصدر لانها فعل طيب نخش على كلمة اللي بعدها اللي هي كلمة الدعاء تنفع تبقى مصدر ما نعرفش ينفع تجيب لي كلمة الدعاء في جملة تبقى مفعول مطلق من عندك يدعو المسلم دعاءا اه ينفع يبقى على طول كلمة الدعاء دي مصدر هتقولي تاب استنى بس علي ازاي الدعاء مصدر وانت غيرت في ملامحها انت شلت الالف واللام وحطيت مكانه تنوين هقولك ما طبيعي لازم اعمل كده لان المفعول المطلق ما ينفعش يجي في الالف واللام فعادي جدا لما نشيل الالف واللام المهم عندي اصل الكلمة لها كلمة الدعاء ما تغيرش فانت لو جات لك كلمة فيها الف واللام طبعا لازم نشيل الالف واللام علشان نجرب هي مصدر ولا لا المهم ان كلمة الدعاء هنا اكتشفنا ان هي مصدر علشان ينفع تبقى مفعول مطلق طيب مصدر لفعل ايه بص على الفعل الماضي بتاعها الفعل الماضي بتاعها كم حرف هتقولي دعاء ثلاث حروف هقولك يبقى دعاء ده مصدر سلاسي يبقى كلمة الدعاء دي مصدر سلاسي او مصدر سماعي لان المصدر السماعي هو هو المصدر الثلاسي مفيش غيره طيب يلا نجرب تاني كلمة عنده ما تنفعش لان هي ظرف وما ينفعش تبقى مفعول مطلق اصلا طيب كلمة نزول تنفع تبقى مفعول مطلق تعال نجرب نزل الولد نزولا اه ينفع ينفع نزولا تبقى مفعول مطلق يبقى كلمة نزول دي مصدر طب مصدر لفعل ايه بص على الفعل الماضي بتاعها الفعل الماضي بتاعه كم حرف هتقول لي نزل تلات حروف يبقى على طول نزول ده مصدر لفعل ثلاثي طيب ولو قالك بين فعله ما احنا كده كده خلاص بينا فعله فعل دعاء دعا وفعل النزول نزل او جملة زي دي يجب ان تتحلى بالصمت اذا تكلم احدهم بشيء لا يعجبك لما نحب نعرف الجملة دي فيها مصدر ولا لأ هنمسك كلمة كلمة ونشوف ينفع تبقى مفعول مطلق ولا لأ يجب ينفع تبقى مفعول مطلق لأ طبعا لين ادي فعل طيب ادخل على الكلمة اللي بعديها تتحلى نفس الكلام فعل اللي بعده الصمت ينفع تبقى مفعول مطلق تعالى نجربها في جملة ينفع قول صمت صمتا او ينفع يبقى على طول هنا الصمت دي مصدر طب مصدر لفعل ايه الفعل بتاعها صمت تلات حروف يبقى الصمت مصدر ثلاثي تعالى نكمل بقية الجملة لنشوف فيه مصدر تاني عندي ولا لأ تكلمه ده فعل ما ينفعش يبقى مصدر ادخل على اللي بعده احدهم ينفع كلمة احد تبقى مفعول مطلق احدا احدا مش نفعة طب كلمة بشيء برضو ما تنفعش ما ينفعش اقول اشئو شيئا ما تجيش مفعول مطلق خالص او زي لما نقول الرجوع عن الباطل احسن من الاستمرار عليه يلا بينا نشوف فيه مصادر هنا ثلاثية ولا لا هتقول لي بس خلاص انا فهمت الدرس سيب لي بقى الطلعة دي كلمة الرجوع دي تنفع تبقى مصدر لان ينفع اقول رجع رجوعا والفعل بتاعها رجع تلت حروف يبقى كلمة الرجوع هنا مصدر ثلاثي او مصدر سماعي طيب يلا بينا نكمل عندي حرف جر طبعا ما ينفعش تبقى مصدر طب كلمة الباطل تنفع تبقى مصدر ينفع اقول بطل باطلا هتقول لي والله انا حاسس ان هي ممكن تمشي هقول لك لا بالله عليك ارميلي كده احاسيسك على جنب الله يصلح يالك حاسس ازاي يعني في حاجة اسمها بطلة باطلا معنى ان الكلمة ينفع تبقى مفعول مطلق ده معنى ان هي ينفع تبقى مفعول مطلق والجملة مفهومة ده اللي على معنى واضح يعني تجيبها في جملة مفهومة المعنى المهم يبقى كلمة الباطل هنا ما تنفعش تبقى مصدر ندخل على احسن ينفع والاحسن احسنا ما تزمزقش ما ينفعش طبعا خش على بعده ينفع كلمة الاستمرار تبقى مفعول مطلق استمر استمرارا او والله ينفع جميلة وزي الفل مالها يعنى جميل يبقى كلمة الاستمرار دي مصدر طب مصدر لفعلي ايه يعني هل هي مصدر ثلاثي ولا لا تعال نجيب الموضي بتاعها استمر ست حروف لان الرق مشددة يبقى دي مصدر بس مش مصدر ثلاثي ده مصدر لسه هناخده كمان شوية هتقولي لا بس قبل ما تكمل بقى عندك لو سمحت كده هي المصادر دي بتعرب ايه هقولك يا سيدي المصادر دي بتعرب على حسب موقعها في الجملة يعني المصادر دي ملهاش اعراب ثابت يعني لو حبنا نعرب كلمة الصمت هتعرب اسم مجرور وعلامة جره الكسرة طب كلمة الرجوع مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة عادي جدا المصادر دي زيها زي اي كلمة عادية في الاعراب المهم نرجع لموضوعنا والطريقة التانية اللي انا استعين بجملة حصلت عملية نقط ونحط في النقط دي الكلمة اللي انا شاكك ان هي مصدر لو مشيت يبقى مصدر ما مشيتش ما تبقاش مصدر وتعالا نجرب على الكلمات اللي قدامنا دي حصلت عملية دعاء مشيت او مشيت حصلت عملية نزول المطر مشيت او مشيت لكن ما ينفعش اقول حصلت عملية المطر مش ماشية صح ولو بصنا لكلمة الرجوع ينفع اقول حصلت عملية رجوع حصلت عملية استمرار لكن ما ينفعش اقول حصلت عملية باطل ولا حصلت عملية احسن وكذلك ينفع اقول حصلت عملية صمت حصلت عملية كلام لكن ما ينفعش اقول حصلت عملية احدهم مثلا يعني لكن بصراحة الطريقة التانية دي انا ما بفضلهاش قوي بفضل الطريقة الاولى لان الطريقة التانية احيانا ممكن يجي معاك كلمات كده تزمزق شوية ما تبقاش عارف هي تمشي ولا ما تمشيش عجبتك اشتغل بيها ما عجبتكش خليك في الطريقة الاولى اللي انا بفضلها اخر معلومة عايزة نبهك عليها علشان هي مهمة جدا جدا خلي بالك من المصادر لما يتصل بها ضمير زي لما نقول سنحزن على رحيلهم هنا لما قولك طلعلي مصدر من الجملة دي ممكن من الوهلة الاولى تقولي لا خلي بالك هنا مفيش مصدر ما ينفعش كلمة رحيلهم تبقى مفعول مطلق ما ينفعش اقول لرحيل رحيلهم هقولك ما هو ده اللي انا عايز اقوله لك بقى ما ينفعش احكم عالك كلمة طول ما هي فيها الف ولام وفيها ضمير لازم تشيل الالف ولام او تشيل الضمير شيل الضمير هم هيبقى رحيل حطيلي كلمة رحيل في جملة بقى خليها مفعول مطلق معاك كده وتجرب هتقولي رحل الولد رحيلا او مشيت والله هقولك شفت ازاي يبقى فكلمة رح يليهم هنا دي مصدر مصدر إيه؟ جيب منه الفعل الماضي رحلة مصدر ثلاثي أو مصدر سماعي إحنا كده خلصنا الجزء الأول من الدرس ده اللي هو المصدر الثلاثي أو المصدر السماعي والجزء الثاني علشان ما طولش عليكم هتلاقي الرابط بتاعه تحت الفيديو ده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم